السعودية المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة محطة تهدف إلى تعزيز العلاقات ومناقشة قضايا أساسية بشأن إمدادات الطاقة والتعاون الأمني وفي جدة يشارك الرئيس الأمريكي غدا في قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق لبحث توسيع التعاون الاقتصادي والأمني فما الذي يحمله الرئيس الأمريكي في جعوبته للمنطقة وأي نتائج مرتفعة معنا الآن من مايامي في ولاية فلوريدا الأمريكية الخبير في شون الشرق الأوسط هارلي ليبمن سيد ليبمن مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار زيارة مهمة للرئيس الأمريكي وجدوى الأعمال مزدحم عدد من القادة سيجتمع بهم غدا دول مجلس التعاون إضافة إلى مصر والأردن والعراق ما الذي يتوقع الرئيس بايدن أن يحققه من خلال هذه اللقاءات برأيك باعتقادي أن الرئيس بايدن سوف يسعى إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية هذه العلاقة بين الرئيس المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية طبعا في أدنى مستوياتها منذ سبعين عاما ومنذ أحداث التسام من سبتمبر والأسباب تتعدد لرغبة السيد بايدن لتهاب إلى المملكة العربية السعودية الكل يفكر في النفط وربما هذا الحافز الأكبر الذي جعله يزور المملكة العربية السعودية ولكن قد لا يكون السبب الأبرز الذي دفعه لهذه الزيارة بل باعتقادي هناك أسباب ثلاثة أخرى إضافة إلى النفط وأستطيع التعدادها أولا نحن مازلنا في حرب ضد الإسلام المتطرف القاعدة وداعش ربما تعدان وتعتبران ضعيفتان الآن ولكنهما لم تختفيان بعد ونحن نعلم تماما أن هناك تقريبا مليوني من المسلمين في العالم منقسمين بين السنة والشيعة والسنة ربما يشكلون 85% أو أكثر من المسلمين في العالم ونحن نعلم أن المملكة العربية السعودية هي طبعا خادمة أو تعد الوصية على الحرمين الشريفين وعندما تكون إلى جانبنا عني السعودية هذا أمر يكون بغاية الأهمية السبب الثاني الذي أردت أن أقوله هو أنه لدينا عدو مشترك وهو إيران أيضا منظمة الإخوان وعدد من المنظمات والجماعات الأخرى ولكن دعونا نركز على إيران حاليا دول الخليج تهددها إيران بشكل كبير وأيضا إسرائيل تهددها إيران وكل دول الخليج وإسرائيل ترغب إيران بتدميرها وطبعا هي تعد عدو للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بس سيد لبن دعني أستوقفك عند هذه النقطة لأنه الآن التوجه في المنطقة باتجاه يبدو مختلف عما أشارت إليه حضرتك هناك الآن اتصالات إيرانية سعودية حديث عن أنها إيجابية اليوم كان هناك تصريح لمسؤول إمارات رفية يتحدث أيضا بإيجابية عن تطوير العلاقات مع إيران هل ستنجح برأيك إدارة الرئيس بايدن في حجد هذه المنطقة على الأقل في هذا التوجه الذي أشرت إليه حضرتك؟ حسنا ما تفضلت به محق للغاية وأعتقد أن الدول في المنطقة تريد أن تتواصل مع إيران لأن هذا في مصلحتها إيران تريد أن تجري حوارا مع دول الخليج ولكن هذا لا يلغي نقطة أنها عدو أو أن إيران تعد عدو وأنها تستخدم وكلائها وتستخدم مثلا اليمن من أجل أن تطلق صواريخ ضد الإمارات العربية السعودية وأيضا المملكة العربية السعودية فإيران لديها النفوذ والسيطرة وهي التي لديها نفوذ في اليمن الآن هناك هدنة وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تريد الحفاظ على هذا الوقف لإطلاق النار وبالتالي ربما هناك بدء لعلاقات مع إيران طبعا الأمور ليست بيضاء أو سوداء طبعا أنت تريد أن تحافظ على مقربة ما من الأعداء لكن ما من شك بأن المصلحة للنظام في إيران هي عدائية تماما والنواية عدائية لإمارات العربية المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية وأيضا لبحرين وإسرائيل وبالتالي هذا العداء لا يتغير ولم يتغير فقط لأنها تتواصل مع الدول شكرا لك هارلي لبمن الخبير في شؤون الشرق الأوسط كان معنا من مدينة مايامي في ولايات فلوريدا الأمريكية الآن معنا من جدة مرسلنا علي الشريف علي مساء الخير يوم مهم بالنسبة للطرفين الأمريكي والسعودي هناك اليوم تركيز على الملفات الثنائية ضعنا في أجواء هذا المساء والاستعدادات أيضا للقاءات غدا مع زعماء دول مجلس التعاون إضافة إلى مصر والأردن والعراق نعم مهند بالفعل يوم كان يوم طويل شهدنا خلال هذا اليوم لقاءات ثنائية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وخادم الحرمين الشريفين بعد ذلك انتقل لجلسة مباحثات بحضور عدد من المسؤولين بين البلدين يرأس هذه الجلسة من الجانب السعودي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكذلك الرئيس الأمريكي تناولت هذه الجلسة جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك سواء السياسية أو الاقتصادية من بين هذه الملفات التي تركز عليها أو يتم بحثها خلال هذه الزيارة وباستفادة الملف النووي الإيراني خصوصا أن هذا الملف يعتبر هاجس أمني ومقلق لدى دول المنطقة والمملكة العربية السعودية تبحث مع دول المجلس التعاون كافة جهودها لبحث هذا الملف وتسخير الجهود لحل حالة هذا الملف كذلك من الجانب الأمريكي هناك عدد من القضايا من أبرز هذه الملفات الاقتصادية أسعار النفط والبترول هذا الذي يعتبر من أميز أو أبرز الهواجس لدى الشأن الأمريكي وبالتحديد في الجانب الأمريكي خصوصا لما تحدثنا عن هناك صحف أمريكية تناولت هذا الملف وذكرت أن هذه الزيارة ربما سيتناول الرئيس الأمريكي هذا الموضوع أو هذا الأمر بجانب كبير من المباحثات والمداولات والمناقشة كذلك من المتوقع غدا أن يكون هناك قمة تجمع الرئيس الأمريكي بثمان دول من بين هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي قادة هذه الدول وبالإضافة إلى جمهورية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق سيتم بحث في هذه القمة العديد من القضايا التي تهم دول المنطقة خصوصا إذا ما تحدثنا على هناك أزمة كبيرة أزمة غذاء تحيط بدول المنطقة وكذلك هناك الأزمة الأوكرانية الروسية التي لحقت بدول كبيرة أو أدخلت إلى دول كبيرة أزمات اقتصادية داخلية تسببت بها سيتم بحث هذه القضايا داخل هذه القمة نعم مهند شكرا جزيلا لك علي الشريف مراسل سكاينيوز عربية مباشرة من جدة